الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي والثانوي اعتصاموا أمام وزارة التربية اتجاجا على عدم تحصيل المستحقات العام 2011 تقرير حسين خريس نفذ المعلمون المتعاقدون في التعليم الثانوي والأساسي اعتصاما أمام وزارة التربية في قصر اليونسكو وقطعوا الطريق لساعتين مطالبين بمقابلة الوزير حسين دياب أو ممثل عنه ولكن من دون جدوى الأساتذة الذين لم يلقوا آذانا صاغية اتجهوا إلى عينتين لإطلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري على فشل المفاوضات بين لجنة الأساتذة واللجنة الوزارية لكون الرئيس بري كان قد كفل سحب اقتراح المباراة المفتوحة التي قدمته اللجنة الوزارية والذي اعتبره الأساتذة مجحفا بحقهم لأنهم متعاقدون منذ 15 عاما ولأنها ستضم متخرجين جددا قد يأخذون مكان الأساتذة الرسلتنا نحن المنوجهها للناس اللي غيبت موضوع المتعاقدين واللي اعتبرت انه بها البلد انت اذا ما بتكون قوي ما بتاخد حقك نحن راح نكون قوي اليوم باسلوبنا نحن اللي اخترنا ومش طغلين الا ما ناخد حقنا 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 اول شي برفع عشر الساعة يحترمونا مثل ما احترموا الأجراء او المستخدمين الموجودين بالمدارس الرسمية الأساسي والسنوي مع فرؤاته حقنا كغلاء معيشي برفع عشر الساعة حقنا ببدل نقل حقنا بضمان صحي حقنا بالمستحقات في بعض استاذ بيشتغل مستحقاته عم نحكي عن الإخوان بالأساسي بالعام الماضي بعد الحديث هلأ ما وصلوا هاي رسلتنا نحن اليوم من هلأ ورايح اللي بدي يقوله ويسمي حاله بي الفقير مش مسموح لإله لأنه ما عاشوا ما بنش يخدع العالم ما عاشوا أربع مليون هولي هن الفقر الحقيقيين الكطاع العام أخذ الزيادات الكطاع الخاص أخذ الزيادات نحن عمين محسوبين يقولون عمين محسوبين للراجع إذا الدولة اللبنانية مش محسوبين عليه لقولنا أي دولة لنروح نطالب عنده بحقه نحن عم نطالب برفع عجر الساعة بغلاء معيشي أعطوه من تسعة شهر حتى الآن بعد مراجعة الوزير التربيه ومستشار وزير التربيه من أيلول لهلأ بدأ أسبوع الشغلة تنتهي إذا الأسبوع عنده ما انتهى قلنا شهرين وأسبوع ما انتهت بعد ما بدأ شي هي بدأ تحويل من وزير التربيه لوزير المالي مع الموافقة يبدو ما بيحكي بهذا البلد بده يموت واللي استحهميته نحن ما حنستحيه وعند ثانية من بعد الظهر دعا بر الأساتذة لاستقبال ممثلين عنهم وعلمت الامتفي أنه أجر اتصالا بوزير التربيه حسان دياب وخرج ممثلو الأساتذة من دون الإدلاء بتصريح وفي وقت لاحق صدر بيان عن مكتب دياب أفاد فيه أن الوزير التقى وفدا من الأساتذة واطلع على المطالب إلا أنه أكد أن إجراء المباراة المفتوحة لن يلغى وعن نيل المستحقات المالية للمعلمين قال إن وزارة المال أفادته بأنها ستحيل الجداول إلى مصر في لبنان لتحويل المستحقات إلى حسابات المتعاقدين في المصارف خلال اليومين المقبلين